اهلا بكم مشاهدين الى ساعة اخبارية من العربية يقدمها لكم ابراهيم بدر ونسهلها بالعناوين الانتخابات الليبية تصطدم بمحاولات المجلس الاعلى لإفشالها وواشنطن تهدد المعرقلين ازمة اللجوء لاوروبا تتوسع وتأهب يوناني بعد تلوحي اردوغان بفتح الحدود امام المهاجرين بعد تحذيرات وزير الدفاع لأدراء ايران في المنطقة اسرائيل تعلن عن مناورات عسكرية في الشمال الشرطة السودانية تعيد فتح الجسور في العاصم الخرطوم وصدعوات للأسيان المدني البداية من ليبيا حيث نقلت صحيفة المرصد عن مصادر لم تسمها ان رئيس المجلس الاعلى للدولة خارد المشري يسعى لعرقلة العملية الانتخابية من خلال الطعن فيها وفي مفوضية الانتخابات بحسب المرصد فان المشري ينسق لخروج مظاهرة للمطالبة بفتح الدائرة الدستورية المغلقة منذ اتفاق السخيرات وقالت الصحيفة ان خطوات المشري تتم بالتنسيق مع اسطنبول صحيفة المرصد اشارت ايضا الى ان المشري طمأن الاتراك بان الحكومة ومن وصفها بالقوة الثورية على الارض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول اي طعن في الاتفاقية الموقعة بين حكومة فايز سراج وتركيا في الاثناء اكد السفير الامريكي في ليبيا ريتشارد نورلند ان الانتخابات هي المفتاح التي سيأتي بالاستقرار الديمقراطي مشيرا الى ان واشنطن ستفرض عقوبات على من هم مستعدون اما لاعاقة الانتخابات عندما تنطلق او لتشكيك في النتائج وقال السفير الامريكي في تصريحات لوسائل اعلام ليبيا ان بلاده واثقة من اجراء انتخابات ناجحة كما عبر السفير الامريكي عن تقدير واشنطن لاعداد لجنة 5 زائد 5 خطط عمل متوازنة وتدريجية لخروج القوة والمقاتلين الاجانب والمرتزقة موضحا ان ايجاد حكومة منتخبة ديمقراطية في ليبيا سينتج عن توزيع اكثر عادل او عدالة للثروة وانضم الينا من القاهرة المحلل السياسي الليبي محمد الاسمر صباح الخير استاذ محمد بداية هل تصريحات المشري معزولة ام ان هناك اصوات اخرى في ليبيا تدعو لتأجيل او تعطيل الانتخابات الليبيا القادمة اهلا وسهلا مرحبا حياكم الله لا ليس صوتا مفرد هناك من يتمهى مع هذا الموضوع بداية الرؤية وان اختلفت الاليات ولكن المشري يتصدر المشهد لان الاخوان المسلمين باخذ تمركز لهم في ليبيا يريدون عاقلت ذلك ان وجودهم الان حصر فقط في المزل الشارع اعلى للدولة الذي لو اقيمت الانتخابات ليس لديه وجود في الهيكلة الجديدة التي عبارة عن حكومة ومجلس نواب تشريعي فقط ولكن ايضا هناك اصوات هنا الوضع العام ينحصر في اربعة جهات اول الاخوان المسلمين بما فيهم المشري والصادق الخرياني الذي صرح باستخدام السلاح وقال نصا قعقعة السلاح يجب ان تكون ظاهرة وبينة في محاصرة الانتخابات الجانب الثاني هي الحكومة ذاتها اذ اعربت الحكومة من الرئيس الى وزيرة الخارجية عنية وامال في تأجير الانتخابات لفترة مقبلة نتيجة لعدم الاستعدادات من وجهة نظرها ثالثا المجلس الرئاسي على لسان عبدالله النافر لاب الاولى التقدم خلال مطلع هذا الشهر بمبادرة احدية من جانبه بتأجير الانتخابات واعادة هيكالتها بشكل اخر منافر لما هو موجود عليه الآن مما يطيل في عمر الحكومة والرئاسي رابعا هو ما يسمى بتحالف سرايا التوار من الميليشيات الذين يستسيغون ذلك وخرجوا في مظاهرات في مطار طرابلس في شهري سبتمبر واكتوبر مهديدين باغراق صلديق الاقتراع وايضا التخريب على مراكز الاقتراع اذا ما توصلت هلاك شخصيات معينة الى الظهور في ظل كل ما تفضلت به كيف يمكن اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وان يتم الاعتراف بنتائجها اولا هناك مقابل ذلك رغبة وطنية لدى الشعب الليبي كانت احسن وافضل مؤشرات لها هو الزخم في الاقبال على التسجيل في ضمن قوائم الناخبين بالمفوضية الانتخابات ولكن نعم كيف يمكن ذلك الى حد الان الاعدادات اللوجستية فيما يتعلق بالمفوضية العلوى الانتخابات وكذلك الاجراءات التشريعية الصادرة من البرلماء اكتملت وبدأ تنفيذها ولا يبقى الا دهاب الليبيين للصنديق لكن تبقى هناك نقاط عالقة ادل بها رئيس المفوضية في تصريحات محددة للعربية ان موضع عملية التأمين بالاضافة الى وزارة الداخلية يجب ان التعاون بها المدن والقبائل من خلال اعيان والمشايخ ومرضمات المجتمع المدني هناك رقابة دولية ايضا ستكون على ذلك وهناك ايضا تهديدات دولية للمعرقلين الى اي مدى هذه التهديدات يمكن ان تأخذ على محمل جد وان تدفع هؤلاء اما للاعتراف بنتائج الانتخابات او القبول ربما باجراءها في الموائد المحددة هناك مقررات مؤتمر باريس الجديد التي جاءت به هو التهديد بفرض عقوبات دولية على من يعرقل هذه الانتخابات وهناك تهديد امريكي ايضا لهؤلاء كل تفاعلات الدولية بشاء ليبيا لا يمكن اعتبارها عملية اواقعية الا بعد تنفيذها ما صدر عن مؤتمر باريس في نقطته الاولى بوابع قوائم للأفراد والكائنات المعرقلين ويحايتها لمجلس الامن مجلس الامن قد اصدر في 16 من ابريل الماضي القارين 25-70 و 25-71 متضمنين للعقوبات الذين يعرقلون ويعقون العملية السياسية والخارجين الامريكية لوحت بذات الشيء ولكن الى حد الان لم تقم البعتة الاممية في ليبيا وهذا عمله الاصيل بناء على القارة رقم 25-42 الصادر في استمبر من الماضي عن مهام البعتة أن تقدم إحاطتها حول الخروقات التي تتعلق بخارط طريق العملية السياسية وتقدمها لمجلس الامن لديه القرار هنا ينقص فقط وضع الألية حتى مخرجات باريس ما لم يتم وضع أليات محددة ويتم إحالة هذه المخرجات لمجلس الامن ليطبق عليه القرار 25-70 تبقى قرارات بدون أنياب جيد سؤال الأخير بعض الدول ترى أن وجودها في ليبيا هو جزء من سعيها للتوسيع نفوذها وبالتالي هل ستتخلى بسهولة عن هذا النفوذ أن هناك أطراف من داخل ليبيا تساعدها على ذلك أبدا على الإطلاق ذلك لن يكون سهلا في مقدمة ذلك الجانب التركي وزير الدفاع يصرح في أغسطس وسبتمبر الماضي بأن وجود القوات العسكرية التركية على الأراضي الليبية هي ليست قوة أجنبية ولكنها قوة ليبية مخالفة لكل أعراف متعلقة بالقوات الدولية الزائرة وبالتالي إلى حد الآن حتى قامت لجنة 5Z5 من جانب القيادة العامة بالإعلان عن ترحيل 300 استجابة للضغوطات الفرنسية لم يقم الجانب الآخر بالتفاعل وإعداد مقترح بداية الخصوص الجدولة الزمانية إلى حد الآن غير قائمة والمقترح الذي تم تقديمه في السادس من أكتوبر الماضي في جينيف بخصوص تحقيق مصالح لهذه الدول بدأت من عادة تشغيل في وحود غدامس إلى تقديم للجانب الروسي إلى تقديم التعويضات للجانب التركي حوالي 5 مليار تضمنتها الولايات المتحدة بأن تكون متابعة ووسيط في ذلك إلى العديد من الترتيبات لم تنل إلى حد الآن إجابات كافية إذا قررناها بالتصريحات العملية إلى حد الآن خلال زيارة المشري إلى تركيا يصرح الجانب التركي بأن الوجود على ليبيا هو لتعزيز مصالح البلدين كما أن زيارة بيبة خلال هذا الشهر نتجا عنها تعزيز وجود القوى العسكرية والتعاون العسكري الأمني المخارف للتفاقية جينيف 23 من أكتوبر 2020 نعم شكرا جزيلا على وجودك معنا محمد الأسمر المحلل السياسي ليبي كنت معنا مباشرة من القاهرة يتصاعد التوتر في أوروبا مع نشر بولندا المزيد من الجنود على طول الحدودي مع بيلاروسيا لمنع عبور المهاجرين ومعظمهم من العراق وأفغانستان تتهمت حكومة بولندا بيلاروسيا بالتورط في عمل عدائي لإثارة صدام على الحدود في مرات روسيا في التحركات العسكرية البولندية على الحدود تهديدا وردت بإرسال قاذفات للقيام بدوريات فوق بيلاروسيا ويقيم المهاجرون في ظروف مناخية شديدة البرودة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ولتوانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي ولتين ترفضان السماح لهم بالعبور ويحاول ألف مهاجر على الأقل من منطقة الشرق أوسط العبور إلى بولندا عبر بيلاروسيا العقوبات ستطالوا من يدعمون مهاربي المهاجرين هذا ما أعلنه وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس لوسائل إعلام محلية مشيرا إلى أن القرار اتخذ مؤخرا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ماس أضاف بأن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين يستطيع وقف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا لافتا إلى أن برلين تعمل على ضمان مشاركة موسكو في حل الأزمة على صعيد المتصل أعلنت القوات المسلحة اليونانية حالة تأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد في عقاب التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن فتح الحدود وتدفق اللاجئين يأتي ذلك في ظل توسع أزمة اللاجئين في أوروبا لتشمل إيطاليا التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة والمزيد المتابع انضم إلينا من روما حسن أبو حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة المدينة صباح الخير سيد حسن بداية إلى أي مدى تراجع الاهتمام في قضية اللاجئين في إيطاليا لصالح ما يحدث الآن في اليونان وأيضا في بولندا هل هناك ربما تأثير حقيقي على التركيز على ما يحدث في إيطاليا خصوصا الأرقام تشير إلى زيادة كبيرة في وطيرة المهاجرين غير الشرعيين هذا صحيح بالنسبة للوضع الذي كتبتوه على شاشاتكم فأننا نرى الأرقام هي في تزايد مستمر بالنسبة للأحصائيات أخر الأحصائيات التي حصلت عليها في تليفون مسبق مع وزارة الداخلية والأمس الأرقام تصبح نحو 60 ألف اليوم نحن ولغاية حتى الآن لدينا حوالي 60 ألف مهاجر غير شرعي خلال 60 ألف خلال أي فترة زمنية خلال يعني خلينا نقول من واحد هذه آخر أحصائيات من سنة 2021 يعني بداية السنة حتى الآن يعني الأحصائيات تقول 60 ألف مهاجر وهذه تشكل ارتفاعا عن مستوى المهاجرين خلال السنوات الماضية طبعا يعني إحنا بلشت قصة عملية ارتفاع المهاجرين هي ارتفاع غير مصبوك غير مصبوك وبالأخص من منطقة الشرع الأوسط وبالأخص من منطقة الخليج المغرب العربي يعني نحن عم نلاقي أنه هجرة اقتصادية واسعة من التوانسة من أخواننا التوانسين يعني 26% من الستين ألف وهو رقم كتير يعني عم نحكي بخمسة عشر ألف عم نحكي بحوالي سبع تلاف مصري عم نحكي بحوالي خمسة تلاف خمسة تلاف إيراني يعني لأول مرة في تاريخ إيطاليا تبدأ الهجرة من إيران يعني بالإيران ولكن أين المشكلة هنا؟ أن المشكلة أن جميعهم هم لاجئين غير شرعيين ما أنهم لاجئين اقتصاديين طب إلى أي مدى هناك التعاون بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه الأزمة خصوصا أن إيطاليا مكبلة باتفاقيات في مجال التعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها؟ بالنسبة للاتحاد الأوروبي والتسكير الذي قمت به أمس قمت باتصال بالاتحاد الأوروبي وبالأخص المسؤول الملف المهاجرين خلينا نقول النائب رينالدي وقد أكد لي النائب رينالدي من الاتحاد الأوروبي أنه ليس هناك مساعدات مساعدات بأرقام بسيطة بالنسبة للأرقام التي تقوم بها الدولة الإيطالية يعني أنت تقصد ما تتكلف لرعاية هؤلاء اللاجئين أو لإعادتهم إلى بلدانهم؟ طبعا إيطاليا في الوقت الحادر ليس لها القدرة بإعادة المهاجرين حتى نقرأ في مجلة La Republica أصدرت أرتيك المبارح بتقول فيه أنه مقال الخيانة الكبرى من أوروبا لتجاه إيطاليا يعني رصدوا حوالي 50 ألف مهاجر من 50 ألف مهاجر لـ 50 ألف مهاجر الذي كان متفق عليه لتوزيعه داخل الاتحاد الأوروبي أخذوا منهم فقط 97 مهاجر الباقي باقي في إيطاليا نحن لدينا أرقام هائلة في إيطاليا طبعا إذا لماذا وصل الحد هذه الأزمة إلى هذا الحد هل هناك مشكلة في التعاون بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي أم أزمة في التعاون بين الدول المصدرة لهؤلاء المهاجرين إلى أي مدى هناك تعاون مع هذه الدول خصوصا في الساحل الشمالي لإفريقيا؟ هناك سببين أساسيا السبب الأول هو يعود لاتفاقية دوبليم حيث أن اتفاقية دوبليم تقول لأنه إنسان ينزل في الأراضي ينزل في الأراضي الإيطالية فهو مشكلة إيطالية ولم يعود هو مشكلة بالنسبة لاتحاد الأوروبي أما بالنسبة لإعادة المهاجرين فليس هناك اتفاقيات سنائية بين إيطاليا والدول والدول المصدرة للمهاجرين لذلك يعني خلينا نعمل حسابات المهاجر في إيطاليا بيكلف بحدود ألف دولار بحدود الألف دولار نقول ألف يورو في النهار الواحد أما إعادة المهاجر وهذه الحسابات حسب وزارة الداخلية وحسب وزارة الاقتصاد تقول أنه أي مهاجر بيكلف حوالي 5.800 يورو لإعادته إلى بلدي ولكن ليس هناك اتفاقيات يعني تقوم الدولة الإيطالية في الوقت الحاضر بإعادة إرسال المهاجرين إلى بلادهم الأساسية ولكن بأرقام كثير كثير قليلة نحن لدينا سمائة ألف مهاجر مش معروف عنهم شيئا لا تعرف عنهم شيئا بدون أوراق شكرا جزيلا على وجودك معنا من روما حسن أبو حرفوش رئيس قسم الهجرة في مقاطعة المدينة شكرا لك نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل مع اقتراب ذكر احتجاجات 2019 مناطق مختلفة من إيران تعاني من انقطع الإنترنت أهلا بكم الجديد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مقتل أكثر من 186 عنصرا من الميليشيات الحوثية وتدمير 17 ألية عسكرية في 42 عملية نفذها التحالف في جبهات السرواح والبيضاء خلال آخر 24 ساعة ونضب إلينا مقرب مراسل العربية محمود الحميدي صبع الخير محمود بداية لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية لدي نعم إبراهيم المشهد العسكري يبدو ساخنا هنا في محافظة مأرب وتحديدا في الجبهة العسكري الجنوبية هذه الجبهة التي تشهد تصعيدا من قبل الميليشيا الحوثية بالضغط على الجيش الوطني من خلال ثلاثة محاور للتقدم نحو مأرب لكن هناك عمليات تصدي للجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية هناك خسائر مستمرة للميليشيا لذا تحاول فتح جبهات جديدة ميمنة وميسرة من الجبهة في محاولة لإحداث اختراق لكن هناك خسائر تتلقاها وهناك أيضا في اليومين الأخيرين أو في الثلاثة الأيام الأخيرة صارت تخسر مواقع أيضا على الأرض وتحديدا في جبهة ملعاء وهي الجبهة الفاصلة ما بين مديرية حريب في محافظة مأرب ومديرية الجوبة الميليشيا الحوثية خسرت خلال الثلاثة الأيام الماضية أكثر من مئة قتيل في هذه الجبهة بالتحديد ودمرت العديد من آلياتها العسكرية الجيش الوطني على مشارف الفلاحة في هذه الجبهة وهناك تعزيزات عسكرية للجيش الوطني وهناك حالة من النشوة بعد الانتصارات التي تحققت والنقلة النوعية التي تحققت في مسار العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية أيضا هناك طيران تحالف دعم الشرعية دمرت عزيزات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ وأيضا دمرت حصينات الميليشيا الحوثية في الخطوط الأمامية للمواجهة مع الجيش الوطني كل هذه العوامل ساعدت لأن الجيش الوطني يتقدم ويحقق مكاسب جديدة والأيام القادمة ربما تشهد مزيد من التحشيد ومزيد من محاولات استعادة الأراضي التي سيطرت عليها الميليشيا خلال الشهرين الماضيين في الجبهة الجنوبية الجبهة الغربية لمحافظة مأرب تشهد هدوءا بين الحين والآخر لكن هناك عمليات مستمرة لطيران تحالف دعم الشرعية للإغارة على التعزيزات التي تدفع بها الميليشيا إلى هذه الجبهات وتحديدا في جبهة ذنة هذه الجبهة التي تتوسط الجبهتين الشرقية وعفوا الغربية والجنوبية والتي دفعت بها الميليشيات بمجاميع وآليات كبيرة في محاولة لإحداث اختراق من السلاسل الجبلية كونها لا تجيد القتال في المناطق المفتوحة وتتكبد خسائر كبيرة وهي تكبدت أيضا خسائر كبيرة في هذه الجبهة بالتحديد محمود ماذا الجانب الإنساني وجهود إغاثة المتضررين والنازحين في جنوب مأرب وصل أعداد النازحين بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين النازحين خلال الشهرين الماضيين بسبب القصف الذي تمارسه الميليشيا الحوثية على المساكن والقرى وأيضا تجمعات النزوح التي كانت متواجدة في المنطقة الجنوبية لمحافظة مأرب لأكثر من مئة ألف نازح أو لأكثر من مئة ألف مهجر خرجوا تحت نيران القصف الحوثي لم يخرجوا معهم شيء صار الوضع الإنساني في محافظة مأرب وضع صعب جدا على السلطات المحلية مما دعاها لإطلاق نداء استغاثة عاجل للمنظمات الدولية وأعلنت بعد ذلك أن المنظمات الدولية لم تستجب لهذه النداءات لكن مركز الملك سلمان وبعد يوم واحد فقط من هذا النداء دعم مخيمات النزوح بمشروع إغاثي عاجل من مخازنه هنا في محافظة مأرب ويوم أمس وصلت كمية كبيرة من المساعدات الإيوائية التي قدمها مركز الملك سلمان لدعم النازحين هنا في محافظة مأرب وأيضا النازحين ليس هنا في مركز المدينة بل في مديرية الوادي المنتشرين في أكثر من موقع هناك مواقع تم رزدها من قبل وسائل الإعلام وهناك مواقع جديدة وصل إليها مركز الملك سلمان وقدم المساعدات الإيوائية عبارة عن خيام وأدوات إيواء لهؤلاء النازحين يمكن أن تخفف من المعاناة الإنسانية التي يتجرعونها جراء النزوح نعم شكرا جزيلا على كل هذه الإحاطة محمود الحميدي مرسل عربية كنت معنا مباشرة من مأرب فهذا موقع إيران إنترناشنال بأن مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي في بعض أجزاء إيران يعانون من انقطاع الإنترنت مع اقتراب ذكر احتجاجاته عام 2019 يذكر أن هذه الاحتجاجات بدأت في الأحواز مساء يوم الخامس عشر من نوفمبر قبل أن تمتد إلى أكثر من خمسين مدينة وذلك في أعقاب إعلان الحكومة زيادة سعر البنزين بنسبة 300% أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إجراء تمرين عسكري واسع خلال الأسبوع في منطقة الجليل الأسفل بمشاركة قوات احتياط وجزء من شهر رفع الاستعداد القتالي في القيادة الشمالية وأوضح الجيش الإسرائيلي في تغريدات عبر تويتر أن مناورات التي تنتهي الأربعاء المقبل تهدف إلى العمل على تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي وتطبيق سيناريوهات مفاجئة يأتي ذلك بعد أيام على تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانس من أن تل أبيب لن تسمح بوجود أسلحة مخلة بالتوازن التي مشأنها أن تضر بالتفوق الإسرائيلي في المنطقة من قبل حزب الله وأدرع إيران المختلفة في المنطقة قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي أن روسيا لديها ماقرب مائة ألف جندي بالقرب من حدود بلادها وضاف زيلنسكي بأنه تم تبادل معلومات مع الشركاء الغربيين بشأن التحركات العسكرية الروسية على الحدود إذن هذه نشرة مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل واشنطن تحذر بكين بشأن تايوان قبيل قمة افتراضية بين بايدن ونظره الصيني على الإفشالها وواشنطن تهدد المعرقلين أزمة اللجوء لأوروبا تتوسع وتأهب يوناني بعد تلويح أردوغان بفتح الحدود أمام المهاجرين بعد تحذيرات وزير الدفاع لأدرع إيران في المنطقة إسرائيل تعلن عن مناورات عسكرية في الشمال الشرطة السودانية تعيد فتح الجسور في العاصم القرطوم وصدعوات للأسيان المدني أنا بكم من جديد يهدد التلوث النفطي بحدوث كارثة إنسانية في بعض مناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا مع زيادة حالات الوفاء بين السكان وخروج الأراضي الزراعية عن الخدمة والإضرار بالثروة الحيوانية لا تتوقف معركة حتى تبدأ أخرى هذا قدر سكان المنطقة هذه المرة ضد تسرب النفط من الآبار والمنشآت الرئيسية الذي يرهق كاهل آلاف السوريين ويهدد حياتهم حمود الخشة أحد سكان قرية خراب غالب يروي كيف قتل النفط ابنه ببطء ابني صار طلع بقع جسم جسمه هيك بقع فكرناه أنه شغلة بسيطة المهم وديناه على الغامجلي الغامجلي مباشرة قالوا أنه أخي وضعه سيء شونو الوضع يا دكتور قال الوضع مقربط وضع معه سرطان قديم ما معه سرطان قديم ما في شيء يمشي بني الجسم قوية والحمد الله ونقول أخي هذا سرطان قديم وكان أولي هاي أضرار النفط وتوفى بالشام يعني العملية ليه لو ضعه وتوفى بالشام بسبب شونو سرطان سبب السرطان من وراء الغازات والنفط والأمورية يؤكد السكان أن رقعة انتشار مرض السرطان اتسعت في المنطقة وأن نحو 12 شخصا ماتوا في الفترة الأخيرة بسبب تسرب النفط الذي تسبب أيضا باختناقات وأمراض صدرية وتشبهات خلقية خاصة بين الأطفال هاي طفلتي عمرها سنتين ومن ريحت النفط يقول تشوها خلقتها وأريد أن تدهجون عيوضة حال الحالة هذه وأنا بيأتي بنص النفط ونص رياح النفط الملوثة هذه ويبلغ عدد القرى المتضررة في ريف مدينة ديريك وحدها نحو 100 قرية ويبدو أن مشكلتها ستتفاقم بسبب تهالك البنية التحتية وهروب الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على وقف التسرب النفطي المستمر إهمال البنية التحتية في هذه المنطقة تسبب بتلوث بيئي يهدد حياة آلاف القرويين في معركة جديدة عنوانها هذه المرة النفط القاتل من شمال شرق سوريا جمعكاش العربية قالت مصادر العربية إن مجلس السيادة السوداني بتشكيلته الجديدة سيعقد أول اجتماع رسمي له اليوم فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن ارتفاع حصيلة قتل مظاهرات التي شهدتها البلاد أمس السبت إلى ستة أشخاص وفي تطور آخر قارى مراسل العربية أن الشرطة السودانية قررت إعادة فتح الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث والمؤدية إليها ننضم إلينا من الخرطوم مراسل العربية نزار بقداوي صبع الخير نزار بداية لو تطلعنا على آخر تطورات الميدانية لديك كيف يبدو المشهد في الخرطوم غدا يوم من الاحتجاجات صباح الخير عليك وعلى كل الزملاء يمكن القول بأن الحياة الآن بدأت تعود إلى طبيعتها وإلى وطيرتها المعتادة هنا في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بمدنها الثلاث العاصمة الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري وأمدرمان يوم أمس كان يوما مشهودا وكان يوما كبيرا للتظاهرات وللمواكب التي رفعت شعارات متعددة لكنها اتفقد على أهمية أن تعود الحكومة المدنية وأن تعود الوثيقة الدستورية وأن تتحقق كل مطالب ثورة ديسمبر الآن بدأت تعود الحياة إلى طبيعتها بعد أن عادت السلطات الأمنية فتح الجسور التي أغلقت منذ منتصف ليلة أمس البارحة وعادت الآن الحياة تجمع المهنيين كان قد ذكر في بيان قبل قليل بأنه قد وجه دعوة لكل الشباب السودان إلى إغلاق الطرق بالمتاريس الطرق العامة والطرق الداخلية يبدو أنها دعوة لاستمرار عملية العصيان المدني والإعلان عن عدم التوافق مع كل القرارات التي صدرت من قبل قيادة الجيش هنا في السودان وما مدى الالتزام أو الاستجابة لهذه الدعوات التي تب أطلاقها هذه الدعوات بدأت تتصاعد وترتفع منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي عندما أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن القرارات التي أفضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ والتحفظ على عدد من السياسيين على رأسهم رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك هذه الدعوات كانت تستمر وتتصاعد هناك استجابة لكن يمكن أن نقول بأنها استجابة نسبية الآن معظم المصارف والبنوك في العاصمة الخرطوم بدأت تزاول نشاطها وأعمالها هناك استجابة أيضا للعصيان أو لحالة الإعلان ورفع العمل من بعض الجامعات الحكومية علقت دراستها على رأسها جامعة الخرطوم وجامعة السودان وجامعة الجزيرة وأيضا جامعة البحر الأحمر إلى جانب عدد من الجامعات والكليات الجامعية الخاصة لكن هذه الاستجابة نسبية ليس هناك استجابة بالمعنى الواسع لحالة العصيان لكن بطبيعة الحال هناك من التزم بها خاصة الروابط المهنية والسياسية على رأسها التجمع المهنيين والحزب الشوعي وبعض الكيانات الشبابية والمجتمعية هل تأكد ما إذا كان سيتم عقد أول اجتمال لمجلس السيادة السوداني بشكله الجديد اليوم؟ حتى الآن المعلومات التي توفرت للعربية بأن جلسة أولى جرائية لمجلس السيادة الانتقالي ستعقد ربما ظهر هذا اليوم برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه محمد حمدان دقلو وبجانب كامل عضوية المجلس بأعضائه الثلاثة عشر عدى ممثل شرق السودان هي جلسة إجرائية سيتم التعريف بصورة أولية على الأعضاء الجدد سيتم تحديد الأولويات والملفات سيتم أيضا طرح بعض الرؤى السياسية المتعلقة بطبيعة المرحلة الحالية مجلس السيادة أيضا ربما سينظر بعد يوم أو يومين في الآلية التي بمجبها سيتم الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء الجديد وتشكيل حكومتي هذه الرؤية السياسية ربما تكون إحدى النقاط التي ستطرح في اجتماع اليوم تمهيدا لمرحلة جديدة بعد أن تم الإعلان عن مجلس السيادة الخطوة المقبلة هي أيضا بطبيعة الحال تحديد الطريقة التي بمجبها سيتم تشكيل مجلس الوزراء باعتبارها واحدة من مهام مجلس السيادة الانتقالي أيضا مسألة اختيار ممثل لشرق السودان الآن المشاورات تتواصل تحديدا في ولايات شرق السودان الثلاث في ولاية البحر الأحمر في ولاية كسلا في ولاية القضارف علمنا من مصادر خاصة بأن الاجتماعات متواصلة بين مسار شرق السودان الذي تم التوافق عليه في جبا في أكتوبر 2020 وبين عموديات البجا المستقلة والنظارات هناك في شرق السودان اجتماعات متواصلة من أجل التوافق على شخصية يمكن أن تكون هي الشخصية التي ستمثل إقليم شرق السودان في مجلس السيادة الانتقال المشاورات مستمرة ونتوقع أن يصدر هذا الاسم خلال الساعات المقبلة أو خلال اليومين المقبلين شكرا جزيلا على كل هذه الإحاطة نزال بقداوي مراسل عربية كنت معنا مباشرة من الخرطب الآن مباشرة الأخبار الاقتصادية مع ندين صباح خير ندين صباح النور إبراهيم شكرا لك صباح الخير أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الفقرة نتابع فيها تدولات أسواق المنطقة اليوم سوق الاسم السعودية على ارتفاع بـ 0.14% بالوقت الحاضر سوق دبي على ارتفاع أيضا بعشر النقطة المئوية من بعد ما كانت قلست بعضا من أرباحها الصباحية عادت الآن لبعض الارتفاع سوق دبي هي عند أعلى مستوياتها منذ عام 2018 منذ إبريل 2018 اليوم إعمار على ارتفاع بـ 14 نقطة المئوية العربية للطيران على ارتفاع في ظل ترقبنا للإيرشو هذا الأسبوع المنعقد في دبي دي أف أم على ارتفاع بـ 10% دعوني أتوقف عن دي أف أم اليوم سمعنا عن النية لطرح سالك نظام التعرف المرورية سالك كشركة مستقلة بالبورصة ببورصة دبي هذا يأتي من بعد ما كانت أعلن دبي نيتها طرح عشر شركات حكومية وشبه حكومية بالبورصة لتنشيط البورصة وايضا الاستفادة من فورة الـ IPOs التي نرىها بأبوظبي والسعودية سهم دي أف أم منذ ذلك الأعلان مرتفع ضعف يعني تضاعفة القيمة السوقية لسهم دي أف أم لشركة دي أف أم منذ ذلك الأعلان فأذن اليوم سمعنا عن سالك قبلها كنا سمعنا عن طرح ديوا ومن بعد تي كوم تم الأعلان عن طرحها كـ IPO بالبورصة تبريد اليوم سهم نتابعه أيضا من بعد ما أعطتنا تبريد نتائج أعماله سجلت للربع الثالث 155 مليون درهم أرباح ارتفاع بـ 6% عن نفس الفترة من العام الماضي على وقع ارتفاع بالإرادات بـ 9% سهم تبريد اليوم على ارتفاع بـ 2% بالقطاع المصري في دبي الإسلامي على ارتفاع والـ GFH على ارتفاع من بعد ما أعلنت مجموعة GFH عن ارتفاع بالأرباح بـ 190% بربع ثالث إلى 23 مليون و300 ألف دولار أرباحها بالدولار لأنها مدرجة بالبحرين وبالكويت كذلك أما بأبوظبي فالسوق اليوم يجني بعض الأرباح من بعد ما وصل لمستوى قياسي جديد يوم الخميس الماضي نتابع أسهم داناغاز اليوم على رغم أنها متراجعة بـ 19 نقطة المئوية داناغاز سجلت تحول إلى الربحية بالربع الثالث سجلت 514 مليون درهم أرباح بالربع الثالث إنما الملفت بهذه الأرباح أن داناغاز مسجل أرباح استثنائية بـ 608 مليون دولار نتيجة حكم أربتريشن ربحته وأيضا رفعت التوصية بالتوزيعات النقدية إلى ثلاثة ونصف فلس كل ستة أشهر هذا أعلى بـ 27% عن توزيعات العام الماضي هذا الأسهم المصرفية بأبوظبي أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري على تراجع بينما فاب أبوظبي الأول على ثبات السوق الكويتية ومن بعد ما كنا رأينا المؤشر الأول وصل إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس الماضي اليوم السوق الكويتية تجني أرباح نتابع أسهم أجليتي المرتفعة بـ 4% من بعد ما أعلنت أجليتي عن أرباح بلغت 927 مليون دينار كويتي بربع ثالث هذا يقارن فقط مع 15 مليون بالفترة المماثلة من العام الماضي أكيد في وان أوف يلي هو 918 مليون دينار ناتجة عن تغارجها من وحدة اللوجستيكس من بعد ما باعتها لـ DSV Panalpina مع ذلك يقول رئيس التنفيذي لأجليتي لأنه عنده نحصة 8% بالـ DSV هذا يعني أنه يتوقع وائد بحدود 200 مليون دولار سنويا من جراء هذا الاستثمار فإذا نكتفي بهذا القدر أعود وألقاكم في الأسواق العربية بعد قليل عود إليك إبراهيم لان شكرا ندي توصلت نحو 200 دولة الاتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي بعد مفاوضات صعبة استمرت لأسبوعين في جلاسكول إسكتلندية دون أن تنجح في تبني ما يقوله العلم لاحتواء الارتفاع الخطر في درجات الحرارة الاتفاق الذي تمخض عن القمة دعا كافة الدول إلى تسريع خفض انبعاثاتها من خلال تقديم خطط وطنية جديدة بحلول 2022 وتبنت قمة الكوب 26 ميثاق جلاسكول هادف إلى تسريع وطيرة مكافحة الاحتباس الحراري لكن دون أن يشدد على ضرورة تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة ووجهت أصابة الاتهان في ذلك إلى الدول الغنية التي تقاعست عن تقديم التموير اللازم للدول الفقيرة المعربة لأخطار الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار والحرائق والعواصف تغيرات جذرية مستقبلية ستطرأ على نمط الحياة الذي اعتدنا عليه بعد توقيع اتفاق جديد في قمة المناخ التي عقدت في جلاسكو أول تلك التحولات تخص طريقة التنقل فستتم من خلال استخدام سيارة كهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالبنزين أو الديزل أما بالنسبة للطاقة فالتحول سيشمل اللجوء إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة هيتوقعت أكثر من 40 دولة على التخلص بشكل تدريجي من استخدام الفحم المنازل أيضا ستصبح صديقة أكثر للبيئة من خلال استخدام الألواح الشمسية ومواد بديلة للإسمنت في البناء كمواد منخفضة الكربون وأيضا قد يتم دفع مبالغ كبيرة مقابل استخدام الكربون في حال لم تلتزم الشركات بتقليل انبعاثات السلع التي تبيعها فمستقبلا قد نرى بندا بالتكلفة المضافة لانبعاثات الكربون على سعر المنتج الفعلي بعد أن اعتبرت أن فيروس كورونا أصبح مرضا متوطنا توقفت شركة أستازينيكا عن إمداد لقاحها المضاد لفيروس كورونا للدول على أساس هدف غير ربحي في الفترة المقبلة وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها لن تجني أرباحها من اللقاح قبل أن يتحول كورونا إلى مرض غير وبائي وقال الرئيس التنفيذي لأستازينيكا أن الفيروس بدأ يتحول إلى مرض متوطن أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا حول العالم والوفيات تباعا لتتجاوز حاجز المائتين واثنين وخمسين مليون إصابة ووفيات بإجمال بلغة أكثر من خمسة ملايين وفاء أكثر الدول تضررا في العالم بالفيروس حتى الآن نستعرضها في العرض القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في فرنسا ومع اقتراب الموجة الخامسة أعلنت السلطات الصحية اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة بريتاني شمال غرب البلاد أصيب بها 24 شخصا بينهم 18 طفلا خلال شهر أكتوبر وعلى إثلها رفعت فرنسا مستوى التأهب الصحي في المدارس مع ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في فرنسا ظهرت سلالة جديدة من الفيروس في مدرسة شمال غرب البلاد حيث أعلنت السلطات إصابة 24 شخصا بينهم 18 طالبا خلال شهر أكتوبر هذه الطفرة الجديدة لا تشبه غيرها من الطفرات واستغرقت وقتا طويلا لتحديدها كان هناك تأخير في مدة الكشف عن هذه الطفرة الجديدة حاليا الوضع الوبائي لهذا المتحور مستقر ومن الضروري الاستمرار في مراقبته وإلى الآن ظهر في منطقة واحدة فقط في فرنسا في إجراء احترازي رفعت السلطات حالة التأهب الصحية في المدارس وأعلنت عودة فرض الكمامات في المرحلة الابتدائية بعدما كان الإجراء محصورا في المقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة بالإصابات متوقع بعد الطفرة الألفة والبتا والجاما والدلتا أن يأتي طفرات أخرى ففي الوقت الحالي هي الطفرة عبارة عن طفرة بسيطة على دلتا التي كانت طفرة الهندية التي أتيت على البريطانية ففي الوقت الحالي معنا معلومات كثير عنها نعرف أن اللقاحات لسه تأثر عليها بدرجة أخرى بالنسبة لفايزر مثلا 80% لحد 94% إذا في حالات خطيرة وموديرنا نفس الشيء بين 60% إلى 90% تستمر حملة التطعيم في فرنسا بأعلى مستوى منذ الخطاب الأخير للرئيس ماكرون وعطيت أربعة ملايين جرعة ثالثة في إطار خطة الحكومة للحد من الوباء شبه متحورا جديدا من فيروس كورونا يخيم على فرنسا ويثير قلق السلطات الصحية خاصة بعد أن تبين أنه يصيب الأطفال ولا يشبه غيره من المتغيرات المعروفة زين عادي العربية باريس في تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز حذر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن أزمة تلوح في الأفق تتعلق بلقاحات الحصبة للأطفال وبحسب تقرير المركز رغم أن حالات الحصبة المبلغ عنها خفضت مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن خطر تفشي المرض آخذ في الزياد وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 22 مليون طفل لم يحصلوا على جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ عقدين وتلقى 70% من الأطفال جرعتهم الثانية من لقاح الحصبة فيما تم تأجيل 24 حملة تطعيم في 23 دولة بسبب جائحة كورونا في إسبانيا أوسط الجهاد الصحية بعدم الخروج إلى الشوارع مع استمرار ثورة بركان لبالما بسبب تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات بركان لبالما وأوصى قسم الطوارئ الخاص بالبراكين في جزر الكناري مواطني وادي أورديان بعدم مغادرة منازلهم بسبب الوضع المقلق لعدم وجود الهواء أو لعدم جودة الهواء كما أدت هذه الظاهرة إلى إجلاء أكثر من 7 ألاف ساكن في المناطق المجاورة وتأثر أكثر من ألفين منهم بشكل مباشر من خلال إقامتهم داخل محيط البركان منضم إلينا من جزيرة لبالما بجزر الكناري موفد العربية إلى هناك ليث بزاري صبع الخير ليث الصورة خلفك تتحدث ربما عن استمرار نشاط بركان لبالما إلى أي مستوى هذا النشاط ربما ينبئ بأنه يجب إيجاد حل أو محاولة إجلاء السكان من المنطقة نعم إبراهيم ضربت قبل قليل هزة أرضية بدرجة أربع درجات على مقياس ريختر جزيرة لبالما بالرغم من أن النشاط الزلزالي أخذ في التراجع ولكن فقط في الأعماق المتوسطة في حين أن العمق على أكثر من 20 كم لا يزال أنشط فمنذ بداية الأزمة الحالية للزلزال البركاني في 11 سبتمبر والتي أدت إلى اندلاع كومبري فييخها بعد ثمانية أيام سجلت في جزر الكناري ما يقارب عن أو من سبعين ألف زلزال تم تحديد موقع أكثر من سبعة آلاف منها بعد سبعة وخمسين يوما يعني اليوم من ثوران بركان لبالما سجلت أول ضحية ليست بسبب الحمم الحمم والثوران بل بسبب الرماد البركاني فكميات هذا الرماد الذي يتساقط بغزارة من خلفي على منازل السكان هنا في جزيرة لبالما أدى إلى وفاة رجل سبعيني أثناء تنظيفه لهذا الرماد من على سطح منزله ما أدى إلى سقوطه ووفاته يعني معظم السكان الذين يقتنون المنازل المحاذية للبركان يقومون بتنظيف الرماد والآن السلطات تقول بأن هذا الرماد يؤثر على صحتهم وعلى جودة الهواء وبالتالي أصبح التواجد في محيط البركان خطر على أجهزتهم التنفسية إلى أي مدى هناك محاولات ربما لإبعاد توسيع دائرة إخلاء الناس من محيط البركان يعني تقوم السلطات بالطلب من سكان هذه المنطقة على الأقل الباسو وهناك في لوسيانوس كذلك بإخلاء مناطقهم والابتعاد وعدم الخروج كما تفضلت قبل قليل من منازلهم وتطلب من السكان يعني بتجميع الرماد البركاني أمام منازلهم وتقوم دوريات النظافة بجمع هذا الرماد من أمام المنازل عبر جرافات خاصة ونقلها إلى مناطق نائية أما العواقب في الحيال اليومية إبراهيم لطلاب جزيرة لابالما فقد تم إغلاق 23 مدرسة في الجزيرة بسبب تلوث الهواء مرة أخرى والناتج عن انبعاثات بركان كومبري فييخا وعاد حوالي خمس آلاف طالب إلى الدراسة افتراضيا مجددا بعد إعادة فتح المدارس بعد فترة إغلاق دامت لأشهر بسبب كورونا وأوسط الجهات الصحية بعدم الخروج وعدم التنقل في المنطقة وهذا طبعا قد يؤثر على السكان بشكل مباشر كما تأثرت حوالي 75 كم من الطرق بالحفم البركانية من بركان لابالما 9.5 كم منها طرق فرعية في الجزيرة وأكثر من 55 كم طرق بلدية وهذا يؤثر بشكل كبير ومباشر على مساعدة المنكوبين لوجستيا لإجلائهم ومد جد العون اليومية لهم لتأمين المأوى والغذاء يعني يقيم اليوم 467 شخص في فنادق بعد الفنادق القليلة التي تقع في المنطقة بعد إجلائها بسبب ثوران بركان لابالما ليس كان هناك أنباء أشارت إلى أن السلطات ربما تفكر في تفجير فوهة البركان لكي توقف استمرار هذا الحمام والأدخنة التي تتصاعد إلى أي مدى هناك ربما توجه لتطبيق هذه الفكرة أم أنها صعبة حتى هذا يعني هي واردة أكيد واردة بشكل كبير ولكن حتى هذه اللحظة الكونغرس في جزر الكناري منقسم بين نعم أو لا بين ضد ومع هذه الفكرة ولكن المنظر المخيف الذي نشاهد خلفي قد يكون سبب الذي يرهب سكان هذه المنطقة قد يكون سبب بالتفكير في هذه الطريقة ولكن هناك العلماء الأرض والجيولوجيون يفكرون قبل ذلك بالنتائج أو العواقب هذا التفجير أو هذه وضع كمية الديناميت حول هذا البركان وقد يكون ذلك حتى هذه اللحظة هو في خوض النقاش في هذا البرلمان بعجالة فقط أنه هل سبق أن استمر ثوران بركان لبالما لفترة تتجاوز الشهرين حسب معلوماتك نعم نعم هذه أول مرة براهيم التي طبعا هو من الأقوى البراكين في العالم وحتى هذه اللحظة بصراحة لما أول ما وصلنا على جزر لبالما منذ أيام توقعت بعد غياب ثلاث أسابيع عن هذا البركان أنه خمد أو خف على الأقل ولكن هذا غير صحيح كما نشاهد الفوهة البركان أو المخروط البركاني الأول هناك تنفيذ لهذه الغازات ولكن نشاهد خلفي هناك فوهة جديدة تقذف الحمام أو الحمام البركانية المتجهة جنوبا إلى المحيط الأطلسي وهذا أمر خطير أعتقد شكرا جزيلا على كل هذه الحاطة لاتبزاري موفد العربية كنت معنا من أمام بركان لبالما في جزر الكنالي أوردت وكارة بلومبرغ الأمريكي أن قراصنا اخترقوا سبت نظام البريد الإلكتروني الخارجي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI وذكرت المكالة أن القراصنا نجحوا في إرسال عشرات ألاف رسائل البريد الإلكتروني انطلاقا من حساب بريد إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي محذرين في هذه الرسائل من هجوم إلكتروني محتمل وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت لاحق أنه على ألم بالحادثة التي تنطوي على رسائل بريد إلكتروني مزيفة أرسلت من حساب بريد إلكتروني تابع للمكتب مشيرا إلى أنه لا يمكن تقديم أي إضافات حول هذا الموضوع وجهة الولايات المتحدة تحذيرا إلى الصين بشأن تايوان وذلك قبل ساعات من قمة افتراضية مقررة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جيم بينك الآن إلى حوال التقس مع لاميس أهلا بكم مشاهدين حالة التقس الخاصة باليوم الأحد نبدأها من السعودية حيث يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح ناشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تابوك المدينة المنورة مكة المكرمة كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح ناشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى منطقة القاسم وأجزاء من منطقتين الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتين عسير وجزان ومن العاصمة الرياض حيث التقس اليوم صافي درجات الحرارة تنخفض إلى أواصل المستويات العشرينية نهارا دون هذه المستويات ليلا حركة الرياح متوسطة ونصب الرطوبة تزد عن العشرين في المائة وإلى السوداء حيث الأجواء اليوم غالبا صافية درجات الحرارة لا تزال دون المستويات العشرينية تنخفض ليلا مسجلة ست درجات مئوية ونصب الرطوبة تزد عن الأربعين في المائة مع حركة رياح متوسطة أما في العلاء التقص غائم جزئيا درجات الحرارة في أواخر المستويات العشرينية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات نصب الرطوبة تزيد عن العشرين في المائة وحركة الرياح متوسطة ومن الإمارات ومن دبي تحديدا الأجواء الصافية درجات الحرارة في أواء المستويات الثلاثينية تنخفض ليلا إلى المستويات العشرينية نصب الرطوبة اليوم تزيد عن الأربعين في المائة وحركة الرياح متوسطة نذهب إلى أوروبا وتحديدا من نيوكاسل حيث الأجواء غائمة درجات الحرارة منخفضة دون المستويات العشرينية تنخفض أكثر ليلا لتسجل ست درجات مئوية نسب الرطوبة مرتفعة تزان 80% وحركة الرياح من خفيفة إلى متوسطة هذا كان كل مرة داي شكرا لحسن المتابعة في نهاية نشهدت تذكير بأبرز عنوينها الانتخابات أليبية تصطدم بمحاولات المجلس الأعلى لإبشالها وواشنطن تهدد المعرقلين أزمة اللجوء لأوروبا تتوسع وتأهب يوناني بعد تلويح أردوغان بفتح الحدود أمام المهاجرين بعد تحذيرات وزير الدفاع لأذرع إيران في المنطقة إسرائيل تعلن عن مناورات عسكرية في الشمال مجلس السيادة السودانية الجديد يعقد أول اجتماع له اليوم والشرطة السودانية تعيد فتح الجسور في العاصمة الخرطوب بالعنوين نصلوا لكم مشاهدين إلى ختام النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة